السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم دكتور رضا الواحي وموضوع حلقتنا النهاردة عن وصفة لتفتيح المناطق الحساسة وصفة لتفتيح المناطق الحساسة وصفتنا طبيعية مية في المية بس الاول لازم نعرف ايه هي الاسباب اللي بتقدي الاسمرار للمناطق ديت عشان نتجنبها عشان الاسمرار ما يرجعش تاني اول حاجة اتسمنا زيادة الوزن بتقدي الى التساق الفخزين التساق الفخزين بيعمل تجعانه احتكاك الاحتكاك دوت بيسبب التهابات التهابات دي بتتحول بعد كده الى اسمرار طب الحل الحل ان احنا نخس لازم نخس نخليها دافع عندنا ان احنا نخس تاني حاجة الملابس الدايقة الملابس الدايقة بسبب احتكاك الاحتكاك برضو بيعمل التهابات التهابات بتتحول الى اسمرار طب ايه الحل الحل ان احنا نلبس ملابس واسعة شوية ملابس مريحة شوية على الجسم تالت حاجة ملابس الداخلية المصنوعة من الالياف الصناعية دي برضو بتعمل على الاحتكاك وكمان بتزود التعرق العرق دوت بيكون بيقى خصبة لنمو الفطريات اللي بتسبب التهابات فطرية وبالتالي بتتحول الى اسمرار تاب الحل الحل ان احنا نلبس ملابس داخلية قطنية وتكون واسعة ملابس داخلية قطنية واسعة كمان استخدام الشفارات وكلمات ازالة الشعر كل ده بينتج عنه التهابات التهابات بتتحول الى اسمرار تاب الحل الحل ان احنا نستخدم الطرق التقليدية لازالة الشعر الطرق التقليدية لازالة الشعر كمان مزيلات العرق وخصوصا اللي بتحتوي على نسبة عالية من الالكوحول الالكوحول بيسبب التهابات التهابات برضو بتتحول الى اسمرار الحل الحل ان احنا نستخدم مزيلات عرق تكون من مصادر طبعية مزلاث عرق طبيعية وفيه اسباب تانية كتير بس يدول كانوا اهم اسباب اسمرار المناطق الحساسة نيجي الوصفة نوصفتنا بتتكون من ايه فصفتنا بتتكون من اول حاجة الفزلين بودرة تلك نشا زيت خروة زيت اللوز الحلو زيت جونسون يبقى فزلين وبودرة تلك ونشا وزيت خروة زيت اللوز الحلو وسادس حاجة زيت جونسون طب هنعملها ازاي اول حاجة اتنين معلقة فزلين اتنين معلقة فزلين هدي اول واحدة ودي تاني واحدة كده اتنين معلقة فزلين تاني حاجة اتنين معلقة بودرة تلك ادي واحد اتنين تالت حاجة اتنين معلقة نشا اتنين معلقة نشا ادي واحد هادي اتنين يبقى كده دفنا اتنين معلقة فزلين اتنين معلقة بودرة تلك اتنين معلقة نشا رابع حاجة اتنين معلقة زيت خروة اتنين معلقة زيت خروة ادي واحد اتنين خمس حاجة اتنين معلقة زيت اللوز الحلوة اتنين معلقة زيت اللوز الحلوة ادي واحد ادي اتنين واخر حاجة معنا زيت جونسون برضو اتنين معلقة زيت جونسون اتنين معلقة زيت جونسون واحد اتنين وهنقلبهم مع بعض هنقلبهم لغاية ما نوصل للشكل الكريمي لغاية ما نوصل للشكل الكريمي كده زي ما حضراتكو شايفين نقلب وهي سريعة التحضير سريعة التحضير وده الشكل النهائي للتركيبة ده الشكل النهائي للتركيبة تتميز ان هي بتفتح المناطق الحساسة اللي هي تحت القبط وما بين الفغزين ومنطقة البكينة المهم مع الوصفة بتاعتنا نستعمل سابونة جليسرين قبل استخدام الوصفة وبعد استخدامها طب هنستخدمها ازاي؟ هنستخدمها مرة واحدة بس يوميا مساء مرة واحدة بس يوميا مساء لمدة عشر ايام لمدة عشر ايام هي ننتجتها بتظهر بعد ثلاثة ايام بس هنكمل لعشرة ايام على اساس ناخد نتيجة نهائية نحصل على النتيجة انهائية هندهن المكان اللي عايزين نفتحه وهنتركها لمدة ساعتين ولو سبناها للصبح مفيش مشكلة يعني ادهن لمدة ساعتين او نتركها للصبح مفيش اي مشكلة بعدين نشطف اهم حاجة الشطف يكون بسابونة جليسرين اهم حاجة سابونة جليسرين سابونة جليسرين بتتميز انه ملهاش اي تأثير على البشرة خفيفة جدا على المناطق الحساسة ما بتسببش اي اثار جانبية كمان بتتميز وصفتنا انه ملهاش اي اثار جانبية ولا اي محاذير استخدام ملهاش اي اثار جانبية ولا اي محاذير استخدام تستخدم للكبار والاطفال للشباب والبنات للسيدات والرجال ملهاش اي محاذير استخدام وملهاش اي اثار جانبية وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة وتكونوا استفدتم منها اي استفسار سبهولي في التعليقات وإن شاء الله أرد عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته